اهلا بكم من جديد في وراء الحدث استكمالا لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين السعودية وإيران والسناف العلاقات بين البلدين افتتحت اليوم في العاصمة السعودية الرياض السفارة الإيرانية بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية فما أهمية هذه الخطوة وكيف تسهم في إعادة تشكيل الخريطة السياسية بالمنطقة بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران تعيد طهران فتح سفارتها في المملكة بعد إغلاق دام سبع سنوات يعاد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تم ترميمه بالكامل مؤخرا خطوة تأتي بعدما عين طهران الشهر الماضي الدبلوماسي علي رضى عنايتي سفيرا جديدا في المملكة يشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرا في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني كما جاءت بعد أن تبادل البلدان في أفريل الماضي زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات يذكر أنه في العشر من مارس توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح السفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعا منذ أكثر من عشرين عاما ثم أعلنت طهران لحقا أنها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة البلاد وأشارت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقى دعوة لزيارة الرياض اشتركوا في القناة ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران أهلا بك معنا على برنامج وراء الحدث من قناة الغد دكتور حسين ما أهمية خطوة إعادة فتح السفرات بالنسبة لتنفيذ اتفاق المصالح الثلاثي ما بين السعودية وإيران والصين بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والمشاهدين الأعزاء يعني في تصوري أن افتتاح السفارة هو تنفيذ للاتفاق لأن الاتفاق مبني على قاعدة التفاهم بين البلدين ووجود السفارة كقناة اتصال وتواصل له أهمية كبيرة في هذا الإطار من هنا افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والسفارة السعودية في طهران هو جزء أساسي ومقدم لتنفيذ الكثير من بنود الاتفاق وجود السفارة أيضا والقنصليات الملحقة بها هو يعني يخلق أرضية للتواصل من خلال الزيارات التي تتم بين مواطني البلدين أيضا لنقل هذا التفاهم من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي أيضا لكن دكتور حسين مثل ما تعلم السفارة السعودية في طهران أغلقت عام 2016 عندما تم الاعتداء عليها من قبل المحتجين إيرانيين ما ضمانات أن لا يتم أمر مشابه مستقبلا لا هناك ضمانات في هذا الإطار نعم كان هناك ضرف خاص في تلك الفترة وحدث ما حدث وإيران أساسا في هذا الإطار اعتذرت للسعودية يعني بالنهاية السفارة لها حصانة ولها موقع وما حدث هو من قبل بعض الشباب الذين قابوا بهذه العملية وتم اعتقالهم بالمناسبة ومحاكمتهم في إيران طبيعي هناك ضمانات من قبل الحكومة الإيرانية للمحافظة على مبنى السفارة في طهران والقنصلية في مدينة مشهد التي ستفتتح قريبا طيب حجم الاستفادة بنسبة لإيران من التقارب مع السعودية بعد كل هذه السنوات من التوتر أو لنقل العداء والخلاف يعني لا شك أن سياسة التقابل والمواجهة هي مكلفة للطرفين وكانت إيران مختلفة مع السعودية في لبنان في سوريا في العراق في اليمن والآن الوضع اختلف كثيرا يعني سياسة المواجهة استبدلت بسياسة التفاهم وسياسة التفاهم هذه هي تأتي على قاعدة التواصل والمصارحة وتقديم موعد السفارات كأولوية أولى هو يأتي ضمن إطار التغييرات التي طرأت على العلاقة الإيرانية السعودية أرحب بضيفنا من الرياض الدكتور محمد صالح الحربي الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية دكتور الحربي ماذا يعني للسعودية افتتاح أو إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض بعد سنوات من الانقطاع نسأل خير تحية لكم لضيفك الكريم من طهران نحن نعرف أن البيان الثلاثي الذي ظهر في مارس تحت رعاية صينية وعلى مستوى الأمن القومي السعودي إنهم ذكروا في البيان عدة نقاط ومن ضمنها الممثلين عن السفارات أو قنصليات في خلال شهرين ذهبت لجهة سعودية فنية تقنية إلى طهران ومشهد لفتح السفارة والقنصليات وأيضا بعدنا في ذلك المسؤولين الإيرانيين على مستوى الفني تحت مظلة خارجية فالآن بدأنا مرحلة متقدمة اللي هو الأعاقات السياسية الدبلوماسية وفي الإطار الرسمي والنظامي لا شك أنه المرفض السعودي الإيراني أخذ أبعاد كثيرة وعطى الطرفين فيه بخطوة بدأنا منذ ثلاث سنوات اجتماعات تحت مظلة ورعاية عراقية السيد مصدف القادمي سابقا استكملناها في صلطن العمان إلى أن تبلور الموقف الواضح والصريح في بكير ثم لقاءات الخارجية وزراء الخارجية والتطلع في هذا الملف لكن هناك من يقول دكتور الحربي هناك من يقول بأن الوساطة العراقية لم تحقق ما حققته الوساطة الصينية ولهذا اعتبارات معينة ولكن منذ إعلان لو استمحت لي على هذا السؤال منذ إعلان الاتفاق على المصالحة بين الطرفين وهذا كان قبل ثلاثة أشهر أو حتى أقل من ذلك واليوم يتم عادة فتح السفارات هناك من يقول بأن هذه مدة قصيرة بالنظر إلى أن الانقطاع دام قرابة سبع سنوات ما سر هذه الوتيرة المتسارعة في التقارب مع طهران؟ لا بس عشان نصحح لك معلومة أنه بدأ التقارب السعود الإيراني أواخر 2019 عبر خمسة جولات فنية تقنية أمنية استخباراتية أو المتوسطات العليا ثم استكملوها في سلطنة عبان إلى أن أتينا في مارس 2022 تبلور الموقف والتضحة في الصين لماذا لم تكن العراق إذن مكان الصين لكي تبلور ما بدأته قبل سنوات؟ لأنهم يريدون أن يتفقون ببعد وإطار استراتيجي وبالتدرج تقييم وتقدير المواقف وهذا ما حصل لا يريدون أن يقدمون على مفاهمات فنية تيكتيكية مرحلية ثم نعود إلى المربع صف فلاحظنا أن هناك بعد تيكتيكي فني وبعد استراتيجي تبلور بالإعلان الأخير والأهم من ذلك هي الإرادة السياسية للدولتين غض النظر عن متى بدأت المفاوضات رغم أن المفاوضات كانت معلنة في جلالات متدرجة حقيقة أما بدأنا الملفات مثل ما قلت لك خطوة بخطوة أتفق البلدان على كافة النقاط وضعوا أولويات في إطار واتفاقهم المستدام ودائما نضع على كلمة مستدام 20 ألف خط دكتور حسين من طهران عشية الإعلان عن إعادة فتح السفرات في كل من الرياض وطهران كان هناك تصريح لافت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشان إيران وقال بأن إيران هي أكبر تهديد لإسرائيل وكل الخيارات مطروحة هناك من تسأل عن توقيت التصريح بمثل هذه التصريحات من قبل بلينكين في الوقت الذي تستعد فيه كل من السعودية وإيران لإتمام اتفاق المصالحة بينهما بإعادة فتح السفرات كيف تقرأ التوقيت؟ يعني في تصوري أن أمريكا لا زالت تتعامل مع المنطقة بعقلية قديمة في حين أن هناك تطورات حقيقية في المنطقة يعني السيد بلينكين أولا استنكر قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود المصرية واستنكر إطلاق أكثر من ألف صاروخ على إسرائيل في حين أنه لم يستنكر قتل الطفل ذو العامين في فلسطين أو المئات من الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الأيام والأشهر الأخيرة يعني أمريكا في موقع هي إلى جانب الكيان الصيوني ولحد الآن لا تتفهم الكثير من الشعوب في المنطقة أنا في تصوري أن الآن الاتفاق الإيران السعودي تجاوز في جزء منه أمريكا التي كانت تريد أن تتحكم حتى بالعلاقات بين دول المنطقة الاتفاق يعني أنا أريد أن أعقب على ما تفضل به الضيف الكريم من الرياض أولا العراق له دور أساسي في هذا الإطار ولا يمكن إنكار هذا الموضوع وكذلك عمان التي استكملت الموضوع والاتفاق الذي جرى في الصين هو تتويج لعمل لعدة سنوات بدأ في العراق واستمر في عمان الموضوع الآخر أن الجانب الأمني هو الأساس الذي يمكن البناء عليه من هنا المباحثات الأمنية بين مسؤولي البلدين كان هو البداية وعندما تم هذا المستوى إلى اتفاقات في تصوري أن الجانب السياسي وموضوع العلاقات وموضوع العلاقة بين الشعبين إلى آخره هي تأتي إضافات على هذا الأساس المستحكم الأمني الذي تم الاتفاق على أساسه أرجو أن تبقى معنا نكمل إلى موضوع آخر في وقت لا يزال يشهد توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة والغرب بشأن برنامج دهران النووي أعلنت إيران عن إنتاج صاروخ فرض صوتي قادر على التحليق بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت فما تدعيات هذا الإعلان على استقرار المنطقة وكيف سيتعامل الغرب مع تطوير إيران أسلحتها غير التقليدية توترات متلاحقة بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي لتهران وفي تطور اللافت أعلنت إيران انتاج صاروخ فرض صوتي قادر على التحليق بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت وذكر تلفزيون الإيراني أن الصاروخ فتاح يصل مداه إلى 1400 كم وزعم التقرير أيضا أن الصاروخ قادر على تجاوز أي نظام دفاعي صاروخي إقليمي على الرغم من عدم تقديمه أي دليل يدعم هذا الزعم وبث التلفزيون مقطع لما يبدو أنه نموذج للصاروخ الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني أمام الرئيس إبراهيم رئيسي يمتلك الحرس بالفعل ترسانة ضخمة من صواريخ الباليستية ومن المرجح أن يفاقم هذا الإعلان مخاوف الغرب إزاء قدرات إيران الصاروخية ونشرت الوكالة الرسمية صورا لصاروخ الذي حمل اسم فتاح خلال مراسم حضرها الرئيس الإيراني وكبار قادة الحرس الثورية ويمكن للصواريخ الفرط صوتية التحليق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل عن سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها كان الجنرال أمير علي حاجي زادا قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري قد أعلن في نوفمبر إنتاج إيران لصاروخ فرط صوتي دون تقديم أدلة على تلك الادعاءات نعود إلى ضيفين أبدأ معك مرة أخرى دكتور محمد صالح الحربي من الرياض في ظل هذا الإعلان الإيراني الجديد عن إنتاج صاروخ فرط صوتي نوعي في الحقيقة قادر على أن يتجاوز سرعة الصوت خمسة عشر مرة أيضا هناك التحذيرات خمسة مرات خمسة عشر مرة ضعف سرعة الصوت لا خمسة مرات لو سمحت طيب نراجع من قام بإعداد هذه المادة ولكن على أي حال صحيح صحيح بس هو عشان المعلومة لازم تكون دقيقة طيب في ظل التحذيرات الغربية الأمريكية تحديدا المتكررة من برنامج إيران النووي من تسليح إيران المتطور أيضا بالإعلان عن هذا الصاروخ الفرط صوتي الجديد كيف تنظر السعودية والتي تتقارب دبلوماسيا مع إيران إلى هذه التحذيرات وإلى هذه المخاوف شوف خلينا نتكلم أول شيء عن الأسلحة الفرط الصوتية في العالم ملاحظة الفرط الصوتية هي دائما لو أخذنا مثلا صواريخ تيرسكون السوفيتي ربما أو الروسي هو عشر أضعاف الصوت إيران الآن أعلنت عن هذا الصاروخ فتاح ربما خمسة أضعاف صوتها لكن لا مؤشرات ولا حد الآن ربما يكون تحت التجارب لأن الأسلحة الفرط الصوتية بصفة عامة نعطي هذه المعلومة أنه صعب استيادها من أنظمة الدفاع الجوي على مستوى العالم لأنها تطير عبر الغلاف الجوي ثم ينفصل الرأس تحت بسرعة مهيلة تصل إلى أكثر من عشرة أي عشرة أضعاف سرعة الصوت المقلق اللي هو الأسلحة النووية نعرف أنه في العالم 22 أو من 15 ألف إلى 22 ألف رأس نوي هناك معاهدة موقع عليها جميع الأطراف المستثنى منها الهند طيب هذا كل مفهوم لكن السؤال هل الجانب السعودي ما يزال يشعر بالقلق حتى في ظل هذا التقارب الذي يقوم به مع طغران يشعر بالقلق من ماذا؟ من هذه الأسلحة والبرامج النووية الإيرانية التي يتم ذكرها البرامج النووي هذا يقلق العالم بأكمله وكان خطعا استراتيجيا عدم إدخال المملكة العربية السعودية بالملف النووي 5 زايد 1 منذ عام 2015 شاهدنا عقبات الأمريكية 2018 ولكن المملكة العربية السعودية دائما تطع التوازن الاستراتيجي إذا إيران طورت أسلحة نووية رغم إيران تنكر الموضوع هذا سنبادر بالبث لنا برنامج نووي أمني سلمي معلن 80 مليار دولار 16 مفاعل نووي افتتحنا أول مفاعل اللي هو للأبحاث قريبا فالموضوع النووي نعرف أنه إيران هي ضمن المعاهدة حد من الأسلحة النووية وهناك استثناءات على أن تعاطى مع تقدير وتقييم الموقف وفق المصالح المشتركة خاصة نحن في منطقة حيوية جدا جدا مهمة اللي هي منطقة الخليج العربي واحتياطات النفط ما رسائل طهران وهنا أسأل الدكتور حسين مرة أخرى للإعلان عن هذا الصاروخ رغم كل التحذيرات رغم كل المساعي الغربية الأوروبية الأمريكية لتحجيم قدرات إيران عسكريا نعم يعني شوف هذا الصاروخ الهايبرسونيك أو فرد صوتي هو أتصور أنه يأتي في فترة مهمة إسرائيل تهدد بمهاجمة إيران أمريكا تقول أن كل الخيارات قائمة من هنا المنطقة مهددة بحرب هذا الصاروخ الذي يتجاوز كل الأجهزة المضادة للصواريخ هو الآن في هذه المرحلة بالتحديد هو ضمانة لعدم حدوث حرب في المنطقة من هنا نحن نتكلم عن صاروخ يستطيع أن يمنع أي اعتداء إسرائيلي أو أمريكي ضد إيران وهذا يأتي لصالح الأمن في المنطقة لا أحد في المنطقة ينقصه أن تكون هناك حرب المنطقة تريد التفاهم الإيران السعودي هو بداية لإنهاء الكثير من الأزمات في المنطقة والآن المنطقة بحاجة إلى هدوء والدول والقيادات في المنطقة هي تؤكد على ذلك في حين أن إسرائيل وأمريكا تسبح عكس التيار هذا الصاروخ الآن هو أحد الضمانات الأساسية لمنع أي اعتداء على إيران وإشعال حرب في المنطقة وهذا يأتي إلى صالح الأمن والسلام في المنطقة شكرا لكم من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ومن الرياض الدكتور محمد صالح الحربي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية شكرا لكم بذا انتهت حلقة اليوم من برنامج وراء الحدث شكرا والإلقاء شكرا